بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة بكم مرة تانية. هنبدأ ان شاء الله مع بعض النهاردة في الجزء الثاني من يونة ستة. لو فاتك اي حاجة في المنج لحد دلوقتي من اول يونة واحد لحد يونة ستة. ادخل على القناة وان شاء الله هتلاقيه موجود. نبدأ مع بعض النهاردة في اول سؤال تشيك بونت راكم واحد. هتكون موجودة في صفحة متين سبعة تسعين. اول سؤال فيها. The accused the man has the right to have a not real. الشخص المتهم له الحق في ان هو يحصل على نقط محاكمة. نوع معين من المحاكمة. محاكمة repeated متكررة ولا broken معطرة او مكسورة ولا clear واضحة ولا fair عادلة. هناخد رقم دي. اي حد له الحق في انه يحصل على محاكمة عادلة. اتنين. The club arranges social and cultural not for its members. النادي بينظم حاجات اجتماعية وثقافية للأعضاء بتوعه. فالنادي هينظم activities نشاطات ولا subjects مواضيع ولا toys العاب ولا briefs ملخصات فاكيد النادي هينظم او حيرتب لانشطة. اتنين او تراتة حسن give the police the not of his car. حسن ادى للشرطة حاجة معينة خاصة بالعربية بتاحته. ادى لهم. انه معناه محلول او حل. حل او محلول. اتنين اللي هو استنتاج او خاتمة ولا ادى لهم الوصف ولا ادى لهم الموقف فهو ادى لهم الوصف بتاع العربية بتاحته. ادى لهم اربعة. ده وقت النوم. فضع نوعات جانبا او بعيدا. ضع نشاطاتك. ولا مواضيعك. ولا تويس العابك. ولا briefs ملخصاتك. فناخد لكم سي. ضع العابك جانبا انها وقت النوم. خمسة. her mother told her to not herself. انها نايسست جونز. امها اخبارتها ان هي تلبس احسن حاجة عندها. احسن عباية عندها. جونز معناها عباءات. ونايسست ده اسلوب تفضيل بمعنى الاحسن او الالطف. الطف او اجمل عبايات عندها. فامها told her to dress. تلبس. ولا clear. توضح. ولا describe. توصف. ولا ناريت. اللي هو يروي. فولدتها طلبت منها ان هي تلبس. dress yourself اللي هي تلبس نفسها او ان هي تلبس. احسن حاجة عندها. احسن عباية عندها. دي الشيك بونت رقم واحد. ما فيهاش اي حاجة صعبة. اتمنى يعني. الشيك بونت رقم اتنين هي اللي ممكن يكون فيها مشاكل بسبب ان في كلمتين او ترك كلمات. هي لغبطوكم شوية. اكيد لو حد بكم جرم يحلهم قبل كرة فهو عارف ان هو حيتلغبط فيهم. هو اسزن ان تلغبط فيهم. فعشان تريح نفسك احنا عندنا كلمتين اللي هم لي و لاي. لي و لاي. لي الاولانية معناها يضع او تضع بيضة او اللي هو يجهز. يضع يحط حاجة في مكان او تضع بيضة لما بيستضمها مع فارخة او مع طائر او يجهز. دي الاولانية اللي هي كلمة لي. التانية اللي اسمها لاي دي ليها معنين. يرقط او ينام ده المعنى الاول. يرقط او ينام اعتبرهم معنى واحد. والمعنى التاني بمعنى يجزب. لاي يرقط او ينام والمعنى التاني يجزب. طيب ايه اللي هي لغبط من الاتنين مختلفين عن بعض. اللي هي اللغبط هي التصرفات بتاعتهم. دي التصرفات بتوع الكلماتين او التالي كلمات في الحلقة دي التصرفات بدأتهم شبه بعض ومطقهم شبه بعض وبيلغباتهم عشان كده لو هتحفظهم من الاول لو انت مش عارفهم وهتحفظهم دلوقتي يريد ما تحفظهمش التلاتة مع بعض احفظ واحد دلوقتي او اثنين بالكتير ومسلا بوكرة او بعد شوية جربت احفظ التالتة انما ما تحفظش التلاتة مع بعض لاني اعكد لك انك هتتلغبت فنبدأ في اول سؤال في تشيك منتراكم اثنين ماي فادر نوى زماني او زتيبل تبرسوية زمان توسيلها سكار ابي وضع المال على الطاولة ليقنع الراجل ان هو يبيع العربية بتاحته عايز اقول هنا وضع المال فعنت في الاختيارات ليه ولا ليد ولا لايد ولا ليد سايف انت انا من نفسي اتلغبات فيهم فعشان تريح نفسك وعشان ما تلغباتش في الكلمات دي زي ما تلك احفظ واحدة او اثنين دلوقتي وبعدين بعد ساعة بكرة احفظ التالتة فنعايز اقول هنا وضع فوضع اللي هي لت ليه رقم بي ليه ضماني وضع المال هي التصريف التالت من فعل ليه التصريف التاني او التالت من فعل ليه هنا التصريف التاني التصريف التاني من فعل ليه بمعنى يضع تمام كده رقم اتنين هي نوعات بخصوص سنها عشان هي بتبدو اصغر مما هي عليه تبدو اصغر مما هي عليه فعايز اقول هنا ان هي كتبت بخصوص سنها شيء ليه ولا لت ولا لت لت الاخير دي مختلف عنهم هي اشتباههم شوية بس المعنى مختلف تماما لت معناها ادى الى يما تكون تصريف اول بمعنى يضع او يجهز او طرع بيضا يما تصريف تاني بمعنى يرقد او ينام ففي الحالتين مش عايزها انا عايز اقول ان هي كذبت كذبت بخصوص انها هياخد رقم سي تلاتة سوف تضطر انك تاخذ بعض القرارات والنوقات عايز صفة القرارات عايز هنا صفة عشان كمية هنا اسم فالصفة عندي هنا هي صعبة قرارات صعبة ولا ده ظرف بمعنى ولا اسم بمعنى اصعوبة ولا دي دي كمان صفة بس هنقول دلوقتي الفرق بينها وبين المهم هنا انتم متعرفوش كلمة دي مش ميقود عندكم في اليونت فهناخد رقم اين كرارات صعبة او كرارات مصيرية يبقى الفرق بين كلمة فاستخدمها لما عبر عن مسلا جندي جسور او شجاع او قوي الكلمة دي نادرين لو استخدمتها او حتى لقيتها حتى في الاختيارات لو لقيتها ما بيبصلهاش خليك بس في كلمة معناها صعب وهاردي صعب وهاردي بالكات هم دول اللي بتصخدمهم اما دي مش نستخدمها ابدا اربعة انا متعب تماما لكن بالتأكيد اقدر امشي قليلا بعد اقدر امشي شوية مسافة كمان فانا عايزة اقول هنا ام ولا كويت ولا كويت ولا كويت زي ما انتم رافين الكلمات دي برضو طلاقة زي المزل اللي فوق بس دول يعني خفاف عنهم شوية لاننا مش بحتاج تصريف بتاعهم انا محتاج بس اعرف او هم دول اصلا صفات فانا محتاج اعرف شكل واحد بس لكل واحد منهم عندي خلينا نسيبك من دي الاول عشان دي زرف خلينا في كلمة الاولانية دي معناها يستقيل يستقيل من شغله يصيب شغله التانية دي معناها هادئ دي معناها هادئ الاخيرة معناها تماما او الى حد كبير تماما او الى حد كبير النطق بتاع المختلف شوية مش ناقص النطق زي ما قلنا دي ودي كويت كويت والتالتة او رقم دي كويت فاحنا عايزين هنا نقول ان هو او اننا متعب الى حد كبير او متعب تماما فياخد رقم دي اتفقنا ان كلمة كويت لرقم سي معناها هادئ هادئ دي اصدار في منها كويت لي كويت لي معناها بيهدوء فحقولها مرة تانية كويت معناها يستقيل كويت معناها هادئ معناها تماما من اول حد كبير اخر واحدة الطبيب نصح الرجل ان هو نقط على السرير عشان هو كان على وشك ان هو يغمع عليه في انت معناها يغمع عليه فالطبيب هينصح الرجل ان هو معناها يرقط او ينام او يكذب ولا لي يضع بيضة خلان ما تفقيني ان كلمة او حرف هجيب بعد فعلة في المصدر فانا اعتبر ان كل الكلمات دي في المصدر فهو لما باعتبرها فعلة في المصدر او التصريف الاول بيبقى معناها يضع يضع او يجهز او تضرع بيضة فهو الطبيب هينصحه ان هو يضع او يضع بيضة او ان هو يجهز ولا لي دي برضو كلمة غريبة شوية واعتقد انكم مش هتشوفوها ابدا ما هتستخدموها انا دورت كتير المعنى اللي لقيته ليها هو ارض طراعية او ارض صالحة للزراعة باستخدموها للماشية باستخدموها لرعي الماشية والاغنام. اخر واحدة اللي هو كلمة معناها يعيش. فالطبيب هينصحه ان هو يستلقي على السرير او ينام على السرير. فياخد رقم ايه? كلمة ليها ثلاث معاني او معناين المعنى الاول يرقد او ينام دعو معنا. والمعنى التاني يكسب. فالطبيب هينصحه ان هو يرقد او ينام او يستلقي على السرير. دي رقم اتنين. زي ما تقول لكم هيا دي اللي بتلغبط بسبب الكلمات زي وكلمة والحاجات دي. هم اضلوا بيلغبطوا. فعشان كده حاول تحفظوا المشكل كويس. وتحفظهمش كلهم الرابعة عشان اللغبطها هتزيد. احفظ حاجة دلوقتي كلمة او اتنين. والتاني خليها البعدين. ما عندناش اي شيء كمونت التانية هي بس دول اللي اتنين دول على الكلمات. ما شو بها تدريبات العامة بتاعتها. اول سؤال انا بحب الحاجات اللي بتتعمل برا البيت خارجية او دور معناها خارج المنزل. مثل اللي هو زي التنزه او التسلق. فعندي الحاجات دي اللي هو التنزه وتسلق. تطلع فوق حاجة. دي حاجات انشطة. ولا مواضيع ولا ملخصات. فالحاجات دي اسمها انشطة. انشطة خارجية. انشطة بتتعمل برا البيت. اتنين في الحفلة المجوهرات بتاعتها لمعت او تقلقت في نقط. تقلقت في في الموقف. ولا في الوصف. ولا اللي هي تقلقت في ضوء الشمع. ولا توي تقلقت في اللعبة. فناخد رقم سين. تقلقت على ضوء الشمع. المجوهرة بتاعتها تقلقت او لمعت على ضوء الشمع. ثلاثة هي هاد ليفت نوعات فود برينز انده وتساند. هو طرق نوع معين من اثار الاقدام على الرمل المبتلة. وتساند رمل المبتلة. فعندي اثار الاقدام مثيرة. ولا كلير واضحة. ولا بالغة. هي كبيرة في السن. ولا معطلة. فاخد رقم بي. اثار اقدام واضحة. اربعة. الشرطة طلبت منها ان هي تنوعات الشخصيين اللي هما سرقوا منها الحقيبة او الشنطة. فالشرطة تطلب منها ان هي ولا 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 طبعا انت اخترت اكيد اللي هي الرقم دي. كل الفكر ان دي حاجات شبهها. بس مش هتستخدموها لفت الترجمة ولا في القطع ولا في اي حاجة. بس لو عادين تعرفوا معناهم في كلمة معناها كاتب. كلمة معناها كاتب. معناها ينسب الى. او يعطى. ينسب الى او يعطى. معناها كاتب. معناها ينسب الى او يعطى اللي هي وصفة طبية. فعلا بمعنى يصف وده اللي احنا محتاجينه. لو هتتلغبط ما تحفظهمش هتستخدم. مش محتاجهم انت محتاج بس كلمة بمعنى يصف. خمسة هل يمكنك انك تنقاط الاطفال عشان يروحوا للمدرسة? اثناء ما انا بجهز الفطار. تقدر تكره الاطفال? ولا توصفهم لي? ولا تلبسهم? ولا هو يمشي على لجل واحدة او يقفز. فياخذ رقم سي. اكيد ما فيش درسي هي لا تنفع. بطلب منه ان هو يلبس الاطفال. يلبس الاطفال. هيلبسهم عشان يروحوا للمدرسة. ستة. لاعب كورن القدم اضطر ان هو نوع بعد ما اتصاب في لجله اليمين في المباراة. فواحد اتصاب في لجله اليمين او في لجل واحدة. هيتطر ان هو هنا فعلا بمعنى يأمل. هوب فعلا بمعنى يأمل. لا يسحف ولا هيجر على لجل واحدة ولا هوب الو هيمشي على لجل واحدة او هيقفز على لجل واحدة? فطبيعيا شخص اتصاب في لجل هيمشي على لجل واحدة او هي تنطط كده هيتقفز لحد ما يوصل للاخر المرعة. هيخذ الرقم دي هاتطر ان هو هيمشي على لجل واحدة او يقفز على لجل واحد. سبعة بعض الطيور نقض البيت بتاعهم على الشاطئ. هنا موضح حالك قوي. عايز اقول هنا ان بعض الطيور بتضع تضع البيض بتاعها على الشاطئ. تضع البيض. فاحنا كان عندنا يضع او يضع بيضة او يجهز اللي هو فعل يضع او تضع البيضة او يجهز ده فعل اللي هو رقم سي. فعل معناها يرقض او ينام او يستلقي او يجذب. لين دي التصريف التالت من فعل لما يكون معناها يرقض او ينام. يعني كلمة لين دي معناها نام او استلقى. الاخيرة دي معناها كذبة. كلمة لها معنى واحدة اللي هو كذبة. فانعز اقول هنا ان الطيور بعض الطيور بتضع البيض. ليه? معناها يضع البيض. تمانية عبارة عن نمط متكرر ومنتظم من الاصوات في الموسيقى والحديث. نمط متكرر من الاصوات. صوت بتكرر. دي اسمه ولا اللي هو الوزن الشعري القافية اللي بنشوفها في الشعر ولا بيت الشعر بيت الشعر كله اسمه او دنامطنا الاصوات ولا الشعر او القصيدة. فياخذ رقم بي. الوزن القافية. الوزن القافية بتوع الشعر. دول عبارة عن نماط متكررة. صوت بتكرر في كل بيت. زي البيت اللي شايفوا قدامك دلوقتي. تسعة عمر شريف نقط او اصول الاهرامات المصرية. اصول او الاصل بتاع الاهرامات المصرية. فهو كره ولا لبس ولا وصف ولا زي الحد اللي بيرو القصة. فياخذ رقم دي. اللي هو روى فيلم وسائقي عمل فيلم وسائقي عن اصول الاهرامات. عشرة مش مسموح من الاطفال مش مسموح للاطفال لانهم ما يتفرجوا عليه. عشان الفيلم بيتعامل مع مواضيع نوعات. مواضيع للكبار للردع او الصغار. مواضيع عطيقة او قديمة. مواضيع متقاعدة عن العمل. فلاكيد ده ملوش علاقة بالمواضيع. هقولي هنا مواضيع خاصة بالكبار. اللي هي مواضيع خاصة بالكبار او بالبالغين. حداشر. لكن بالرغبة من كده يبدو ان هو عنيف. الهوكي الرياضة سريعة ونقط نتفرج عليها. فده او الهوكي. واضحة ولا متكررة ولا معطلة. فانعزي هنا صفات كويسة. وانا صفات وحشة. كلمة ذو بيدلها لترناقض زي بط او الظو او ديزبايت. لما بلقيت كلمة دي بط زو الظو ديزبايت بيبقى الجملاتين عنك سبعت. جملة فيها حاجات حلوة زي دي. وجملة فيها حاجات وحشة. هنا عنيف دي الحاجة الوحشة. وانا الحاجة الحلوة. فالحاجة الحلوة من دول هي كلمة اكسايتنج. فاست ان اكسايتنج سبورت ووتش. رياضة الحوكي رياضة سريعة ومثيرة انك تتفرج عليها. لكن في نفس الوقت هي رياضة عنيفة. اتنين او اتناشط. عور عن مجموعة من الاسطر اللي بتكون جزء من الاغنية او من القصيدة. الاسطر دي اسمها موضوع ولا موقف ولا اختصار فياخذ رقم به. القصيدة او اي اغنية بتكون من ابيات شعر. ترتاشر. هل تعتقد انه من النقط ان هي تحصل على مال اكتر مني بينما انا اللي بعمل الشغل الصعب. يعني هل من العدل ان انا احصل على فلوس قليلة وهي تحصل على فلوس كتيرة بالرغم من ان انا اللي شغال اكتر. فهقول هنا هل تعتقد انه متكرر ولا معطل ولا واضح ولا عادل فياخذ رقم دي. هل تعتقد انه عادل من العادل ان هي تحصل على مال اكتر مني في حين اننا اللي بشتغل اكتر. اربعتاشر منا كانت بتلعب بسعادة بالحاجة الجديدة بتاعتها عندما اتى والدها. كانت بتلعب بي لعبتها الجديدة ولا كان ضوء الشمعة ولا اكتبتز انشطتها الجديدة ولا موقفها الجديدة فاكيد انت اخترتوا رقم اي طوي كانت بتلعب بلعبتها الجديدة. خمستاشر احنا عادي نفعل الاشياء عشان احنا مش عادي نعملها بنفس الطريقة. مش عادي نعملها بنفس الطريقة او مش عادي نعمل نفس الاشياء. احنا مش عادي نعمل نفس الحاجة. فاحنا كده عادي نعمل بشكل مختلف. ولا معناها مختلف صفة. ولا اختلاف. ولا اختلافات. معناها اختلاف. ده الجامعة بتاعها بمعنى اختلافات. فانا هنا عايز الظرف ولا عايز الصفة ولا عايز الاسم. اول حاجة قبل الاختيارات او قبل النقاط كانت تفع للاشياء. معنديش هنا اي حاجة غير تفع للاشياء. فانا عايز اتكلم عن دو. عايز اتكلم عن الطريقة اللي انا هعمل بها الحاجة دي او الحاجات دي. فانا هنا هاوصف كلمة دو. هاوصف فعلي للاشياء دي. فانا كده هاوصف الفعل. والفعل لما بوصفه بوصفه بظرفه. فاول هنا دو دي. عايزين نعمل كل حاجة بشكل مختلف. احنا مش عايزين نعمل نفس الحاجات. احنا عايزين نعمل حاجات نفعل الاشياء بشكل مختلف. انا هنا عندي صفة بوصف بها اسم. لو عايز اخد كلمة كنت هقول كنت هجيب بعديها مش قابليها. هنا هاخد عشان انا عايز اوصف كلمة دو. ستاشر معناها وخصوصا. معناها وخصوصا. هو هنا بقول لك انا عمري محبيت الماشي. وخصوصا في الشتاء. فعايز هنا عكس كلمة وانه معناها خصوصا. فعكسها في العموم ولا بشكل مثير ولا خصوصا ولا بشكل مدهش. فان عايز معناها. وانا مش عايز عكسها وعايز هنا معناها. اللي هو المرادف او المعنى. فخصوصا هي هي اللي تنزل بعض. وعكسها عكس سبعتاشر. سبعتاشر. تلات اولات مروا من امامنا على دراجات جبلية الاسبوع اللي فات. دراجات جبلية. تعبير عندكم في الكلمات اسمه معناها يمر امامنا. يمر امام. هنقول هنا يعنيها مروا من امامنا. مروا من امامنا. تمنتاشر. دور على المفاتيح بتاعتي اثناء ما انت موجود في الشارع. عشان انا بعتقد ان انا فقدتهم. ضيعتهم. فعندي هنا انظر الى المفاتيح. ولا ابحث عن كلمة. معناها يبحث عن كلمة في قاموس. ولا دور على. معناها يبحث عن. ولا يشبه. فهتقول له شخص. اشبه مفاتيحي. ولا ابحث عن او دور على مفاتيحي. ولا ابحث عن كلمة في قاموس. ولا انظر الى المفاتيحي اللي انا فقدتها في الشارع. لا هتقول له دور عليها. ابحث عنها. فناخد رقم سي. تسعتاشر. سبب الحادثة هو عربية كبيرة كانت جاية كانت تمشيها في حكس الطريق. او في الطريق الاخر. ولا اضر ولا اضرس ولا اضرس. هو يكتب جيم هنا مريحنا كتر خيره. جايب لي سي ودي زي بعض فمش اختار لا سي ولا دي. اضرس و اضرس هما الاتين اصلا غلط. هو اصلا مكرر هم لي. فالاتين دول غلط. ففضل لي انظر و اضر. هل انت عمرك قبل كده شفت ده انظر? هل انت قبل كده قريض في كتاب او سمعت حتى حد بيقول ده انظر وي? لا اسمها ده اضر وي. انظر اصلا هي ان اضر. انظر اصلها ان اضر. تمام? يعني لها اصلا اداة ناكرة. ليه ان? فالتأكيره عمرك ما شفت اي اسم قبله اداة ناكرة وادات معارفة في نفس الوقت. عمرك شفت زي ان. عمرك شفت كده زي ان وجايب عداها اسم. زي ان الفنت مسلا. مفيش. ماشي حاسمها زي ان الفنت. يا اما زي ان الفنت. يا اما ان الفنت. انما الاتنين مع بعض زي ان ما بيجوش. فكلمة انظر اصلها عشان كده ما بتاخدش زي ابدا. فليه برضو غلط. واتفادة ان الاتنين هم نفس الحاجة هنا كتب جيم مقررهم. فالاتنين غلط. لو واحدة منهم بس هي اللي جاية هتكون برضو غلط. ان ادرس بياخد معها زي ما فيش مشكلة. بس ما بيجوش بعدها حاجة. هي هي زاد الاسم. الاس زيادة دي هي بتحل محل الاسم. الاس زيادة دي بتحل محل الاسم. هي بعدها اسم جامعة. زي الاسم جامعة هي هي. يعني ما بيجيبش بعدها اسم. زي ازرس ما بيجيبش بعدها اسم. هناخد هنا رقم بي. عشرين والاخيرة. لدي بعض المعلومات المثيرة من اجلك. عكس كلمة. عكس كلمة مثير. ممل ولا رائع ومثير ولا افير عادل ولا واضح. فلدي بعض المعلومات المثيرة. عكس المثيرة هي المملة. رقم اي? بورين. دي كده كل تدريبات الكلمات. الجزء التاني من الفيديو بتاعنا هيكون عن الجرامر. الجرامر الحد ما النهاردة. محتاج شوية تركيز شوية او مش شوية تركيز انت محتاج بها ستكون كاتب بملاحظات الموجودة فاكتب زيادة من من فوق. ومذكرها كويس. اول سؤال نادي سجست زاد نوع طويل تهم. نادي بيقرح ان اخته تروح معه. تذهب معه. كلمة لما بجيب بعدها زاد 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 بجيب بعدهم جملة عادية. بجيب بعدهم جملة عادية بس الجملة اللي بعديهم دي الفعلة بتاعها بيكون في المصدر. يما بجيب بعدها فعلة في الانجي. يما بجيب بعدها زاد وبعد زاد جملة كاملة. بس الجملة كاملة دي الفعلة بتاعها بيكون في المصدر. اي ان كان الضمير. ما بيقرح مع الضمير المفرد او جمع. الضمير المفرد. الضمير الجمع. الضمير اي حاجة باخد الفعلة في المصدر. يعني انا هقول. حاجة زي دي انت لو مش مذكرها وعمرك ما تعرفها. انك هتقول هتعتبها لها جملة مضارعة بسيطة عادية. وهتاخد الفعل ده ضمير مفرط او فعل مفرط. هتحط الفعل بس هنا غلط. التفمير ده بجيب بعدها جملة والجملة دي الفعل بتاعها بيكون في المصدر. اي ان كان الفعل بتاعي. اتنين اود نقط مع عائلتي ده بيخليني سعيد. ده تعبير بجيب بعده وتو المصدر. تعبير بجيب بعده حرف الجر والمصدر. فاقول لما حد بيعرض عليك حاجة بيقترح عليك حاجة مسلا تعال معنا البيت. فبتقول له سوف احب ان لو لما بتقبل العرض حد يارض عليك حاجة يارض عليك اختراح. فتقول له انك موافق او انك حبيت الفكرة. فبتقول له سوف احب ان. تلاتة لو انت عايز تجيب درجات عالية يجب ان تتوقف عن اضاعة وقتك. توقف عن اضاعة. كلمة او فعل معناها يتوقف عن. وبتاخدو الاتنين. بتاخد حرف الجر والمصدر وبتاخد فعله في. طيب ايه الفرق? وليه انا اخترت مختارش تويست. معناها يتوقف لكي يفعل الشيء. يعني انا ماشي فحسطب هوقف. تو مسلا تو درينك. هوقف. هوقف الماشي عشان اشرب. لكي اشرب. معناها تتوقف لكي تضيع. توقف او يتوقف لكي. تو هنا حرف الجر والتو معناها لكي. لكي يضيع. اما بعدها فعله في الاي انجي معناها ان انا هبطل الحاجة اللي olabilir. زيدي في الاي انجي معناها ان انا هوقف عن عمل الاشيء ده. هتوقف عن? هتوقف عن عضاعة الوقت. هتوقف عن عضاعة الوقت. اما والمصدر معناها يتوقف لكي يفعل الشيء. زي ما قلنا معناها يتوقف لكي يضيع الوقت. يتوقف عن قضيع الوقت. اربع الله انا دقيقة ما باستمتع بمشاهدة الافلام. الافلام الكوميك اللي هي الافلام الكوميدية. فاستمتع بمشاهدات مشاهدات ده اسم والاسم التفاعل ان هو عبارة عن فعل والفعل ده حطط له اخر واحدة انا ميجيب بعدها الفعلة في المصدر. فاقول انا تفضل ان تتناول الغداء في النادي. كانت واحدة على وخلصت هنشوف التمرين العامة بتاعته. واحد انا اكره نقط كل شيء الى المرة الاخيرة المرة الاخيرة. كلمة زيها زي لايك زي اما بتاخد المصدر ايما بتاخد فعله في بتاخده الاتنين. ايه المصدر ايه فعله في هنا عندي المصدر بس ما عنديش فعله في لان هو هنا جاب لي لأ ايما باخد لوحدها من غير ايما باخد المصدر. فهنا اللي تنفع هي المصدر الاولى فياخد رقم ايه? انا اقرح ان انا اترك كل شيء للمرة الاخيرة. حد مسافر مسلم فيقوله ان هو بيكره ان هو مش هتشوف مسلا المكان ده تاني او البيت ده تاني او صاحبه. اتنين انا بصبح بمارس السباحة تقريبا كل يوم. فانا ولا اتتتتت ولا اصويم ولا اصوام. هيي يكرا عكسها يحب الاتنين بتعلم لنفس المعملة. يما ما يجب بعدهم طول مصدر يبن فعله في الان في الاولى كان عندي طول مصدر التاني هنا العكس عندي فعله في الان اللي هو احب السباحة. ثلاثة سبحانه ما بدأت نعط ما هي المشكلة أو ما هي المشاكل أربعة لن أنسى أبدا ولا أتو بريك ولا أتو بريكينج ولا بروك يتذكر أو ينسى الاتنين برضه إيه ما بيخد معهم طول مصدر إيه ما بيخد معهم أي نجي الفرق زاد الفعل في الأي نجي معناها أن الحاجة دي حصلت أو زاد الفعل في الأي نجي معناها أن الفعل ده حصل حصل وأنا نسيته أو أن أنا مش هنساها زي في الجملة دي أقول لك هنا أنا مش هنسى الحرس اللي وقع يعني اللي عبية تتعطل في نفس الطريق دي حاجة حصلت وأنا عمر ما هنساها حصلت معناها ينسى أنه يعمل حاجة أن الحاجة دي ما حصلتش هو نسي أنه يعملها كل المفروض يعملها بس نسي وفعلها في الأي نجي معناها أن الحاجة دي حصلت والمصدر معناها أن الحاجة دي لسه تحصل فهنا بقول لك الحاجة فضيعة فهي حصلت. فمنها حصلت هياخد معها. خمسة. يا له من شيء فضيح. انت نسيت انك توقع على المستندات المهمة. فبيقول له انا اسف. هل هنا الحاجة حصلت وانا نسيتها? ولا الحاجة انا نسيت اعملها? لا هنا انا نسيت اعملها. انا نسيت اوقع. فالحاجة اللي ننسيتها لسه ما حصلتش. الحاجة اللي ننسيتها لسه ما حصلتش. هياخد هنا. فبصراحة انا مسهيل عليه جامد. مش جابلك اصلا فعل فرقائي نجيل لوحده. هو هنا فعل او كتاب جيم وظل التاني برضو جابلك اختيار وكرره. المفروض واحدة منها تكون من غير. المفروض اختيار تكون كده. عشان يبقى في يعني شوية ستكلاف في الجملة. بتعرف تفرق بين وتو صين ولا لأ. طبعا احنا انتفقنا. الحاجة ان انا لسه ما عملتهاش باخد معا طول مصدر. لو عملتها او حصلت باخد الفعلة في الاي نجيل. فانا هنا نسيت ان انا اوقع. فانا ما وقعتش. انا ما وقعتش على الاوراية المهمة. فالفعل لسه ما حصلش. ستة. رجال البريد توقفوا عن نار الخطابات. الى المنازل في منطقتنا. في منطقة بتاعتنا. عشان احنا دلوقتي في عصر الانترنت. هم هاب ستوب ولا هل هم توقفوا لكي يوصلوا الخطابات ولا توقفوا عن توصيل الخطابات. نقول هنا توقفوا عن توصيل الخطابات عشان احنا في عصر الانترنت موقفوش عشان يوصلوا الخطابات. لا هم توقفوا عن توصيل الخطابات. عن مش لكي. توقفوا عن توصيل الخطابات اللي هو هنا وفعلة في معناه يتوقف عن فعل الشيء ده. يتوقف عن فعل الشيء. اما والمصدر معناه يتوقف لكي يفعل الشيء. هم ما موقفوش عشان يوصلوا له الخطابات لا هم توقفوا عن توصيل الخطابات. سبعة ناسف ان احنا انت ان الطلب بتاعك تم رفضه. ولا 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 كلمة بتاخد يا اما المصدر يا اما الفعلة في الاي انجي. معناه نهار ده كده. الفرق برضو حاجة لسه ما حصلتش. وتوق المصدر معناها يأسف على. يأسف على. اما وفعلة في الاي انجي دي بعبر بياه عنها دي ما يعني حاجة حصلت. حاجة حصلت. اما طول مصدر معناه هيأسف عليك. فانين هاخد رقم سي. نأسف على اخبارك او اعلامك ان الطلب بتاعك تم رفضه. انا باستضمها لما عبر عن ندمي. واي انجي باستضمها لتعبير عن ندمي. هم مش ندميني ان هو ما تقبلش. هم مش عايزينه. تمانية. احنا بنقترح ان علي يقدم على الوظيفة الكويسة دي. اول جملة معنا تقريبا كان كلمة واتفعنا ان الفعل او الجملة اللي بتيجي بعدها يما بتكون فعلة في الاي انجي يما بتكون زت وجملة كاملة. وجملة الجملة دي الفعل بتاعها بيكون في المصدر. اي ان كان الفعل الفعل بتاعها بيكون في المصدر. فياخد هنا زت. خليوا بلكم من الجملة دي. تسعة انا كنت بقود في طريقي خلال هو طريق الدرجات عندما رأيت مطعم. كنت ماشي في الطريق وشفت مطعم. عشان كده عشان كده انا توقفت لكي توقفت لكي اتناول شيئا ما. توقفت وقفت عشان. وقفت عشان اكل. وقفت عشان اكل. عشان هي طول مصدر. توقفت لكي هي طول مصدر. توقفت لكي اكل شيئا ما. عشرة انا افضل النوم وبكرا على مشاهدة التليفزيون الوقت متأخر. لما بيجيب بعدها فعلة في بتكون مقارنة الناحية التانية برضو بتكون فعلة في الانجي. والناحية التانية برضو هكون فعلة في الاي انجي. ملاكش تدعوة في حرف الجارة تو. اعتبر مش موجود. وهتاخد برضو هنا فعلة في الاي انجي. فهتقول انا افضل النوم باكرا على مشاهدة التليفزيون الوقت متأخر. حزاشر هل تود الخروج لتناول وقبة الليلة بتاخد حرف الجارة تو. اتناشر. مروة رجحت او رشحت ان احنا نوعات المطعم الجديد ده. هي بتقول ان المطعم كويس او هو كان كويس. فشي تجربة ولا تتراي ولا تتراي ولا تتراي. هيقف بعدها فعلة في الاي انجي. ترشح تجربة. مروة انا نسيت اوصل لك او ابعد لك الخطاب عشان انا كنت مشغول. نسيت اعمل الحاجة. والحاجة ما اصلتش. نسيت ابعد الخطاب في الخطاب ما ابدعتش. اي فورجوت تو بوست. ربعتاشر. انا نادم ان انا مساعدتش والدتي في عمل المنزل الانبارح عشان هي كانت مريدة قوي. فهنا هنا نادم على شيء. الندم اما بستطه نكمل على الندم باخد بعدها فعلة في الاي انجي. هيقول هنا او اي رجريتت. نادمته على عدم مساعدة. نادمته على عدد مساعدة والدتي في عمل المنزل بالامس. يعني باخد بعدها طول مصدر يا اما اي انجي فعلة في الاي انجي. فاقولنا لما عايز اقول اقصف على باخد طول المصدر. لما احب اعبر عن نادمي عن حاجة. لما احب اعبر عن نادمي نادمي بيقف بتاع فعلا في خمستاشر. مقدرش افوت كلمة واحدة من خطابه. فانا بحب استمع اتحدس ولا لا يستمع الا او يسمع. يستمع الا او يسمع. الاتنين ييما بياخد بعضهم. ييما بياخد بعضهم فعلا في الانجي. ييما بياخد بعضهم فعلا في المصدر. لو انا سمعت جزء من الكلام بس مش كله بياخد الفعلا في الانجي. لو سمعت الحديث كله او الكلام كله بياخد الفعلا في المصدر. يستمع الا او يسمع. ييما بيجي بعضهم فعلا في الانجي. ييما بيجي بعضهم فعلا في المصدر. فعلا في الانجي لو انا سمعت جزء بس من الحديث او جزء من الكلام. لو سمعت الكلام كله بياخد او الفعله في المصدر. فانا هنا بقول لك ان انا ما اقدرش افوت كلمة واحدة بالخطاب بتاعه. فانا اكيد شفت كل الخطاب او انا اكيد سمعت كل الخطاب. فسمعت كله مش جزء منه فبياخد الفعله في المصدر. هياخدوا رقم دي. ستاشر المدرس بتاعه متعود ان هو الطلاب في الواجب. ولا 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 معتده على از يوزد يا اما باستخدمها عشان اقول ان الحاجة دي بتستخدم في كزا. مسلا السكينة بتستخدم لقاتها الاشياء. يا اما باقول ان هو متعود على شيء في المدارة. يبقى از يوزد. يا اما اجيب بعدها. واي نجي. يا اما اجيب بعدها المصدر. المصدر لما احب اقول ان الحاجة دي بتستخدم لكزا. الحاجة بتستخدم لكزا ساعة اقولته المصدر. اما لما احب اقول ان دي عادل حد. لما احب اقول ان حد متعود على حاجة في المدارة. فالمدرس متعود في المدارة دلوقتي ان هو يسعر الطلاب. سبعتاشر في يوم الاول في المدرسة. انا تذكر نوات داخل او الى الفصل ورؤية معلمين. هل هنا الحاجة دي حصلت ولا ما حصلتش? بيقول لك في يوم الاول. في يوم الاول فاكيد دي حاجة حصلت. كان اول يوم لي في المدرسة. فالحاجة دي حصلت. فلما الحاجة بتحصل بقول معها او باخد معها الفعلة في الانجي. اتذكر دخولي الى الفصل. ينسى او يتذكر. الحاجة لو حصلت باخد معها الفعلة. لو ما حصلتش لسه هتحصل او كان المفروض ابتكر ان انا اعملها. باخد معها طول مصدر. تمنتاشر. الوضع ده كان بيزداد بيبقى جاد او خطير. فهو وحط الالم بتاعه نزل الالم بتاعه. ولا 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 عارفين ان الطب يما بتاخد طول مصدر يما بتاخد هلا هو يكتب توقف لكي يكتب او لكي ولا عن بيقولك هنا يعني وضع الالم سب الالم تحت. نزل الالم. في كنا هنا ما وقفش عشان يكتب. لو هو هيكتب هيكتب الالم. ايه اللي خلاه يعطي الالم بعيد? فهو حطي الالم بعيد عشان هو توقف عن الكتابة. توقف عن الكتابة عشان كده حطي الالم.eninanchضل الالم بعيد. ناخديني الرقم دي. هي معناها يقف لكي يكتب. لكي يكتب. فحد هيوقف عشان يكتب. يعني هيسيب الالم? هيرمي الالم بعيد? ولا هيتوقف عن الكتابة عشان كده يسيب الالم بعيد? فيكيد توقف عن الكتابة. ساعتاشر نوها تفضل ان هي تتناول الغداء في النادي. في بياخد بعضاته المصدر. بياخد بعضاته المصدر فقول عشرين. عشرين. عبقى انه بدأوا نوات احنا في وقت صغير جدا. او في سن صغير جدا. في سن صغير جدا. يعني بتاخد طول مصدر يعني ما في الاي نجيل. هنا ما عنديش اصلا فعلة في الاي نجيل واحده. ما فيش فعلة في الاي نجيل واحده هياخد رقم دي. واحد وعشرين. انا اكره الحياة في القاهرة عشان هي يعني مدينة مزدحمة جدا. معناها مزدحمة. فحيت زيها زي او يما بتاخد اي نجيل يما بتاخد طول مصدر. انا ما عنديش اي نجيل واحدها. عندي لأ. انا عايز اي نجيل واحده. فعلة في الاي نجيل واحده. مش موجود فهياخد طول مصدر. اتنين وعشرين. بعض الطلاب قرروا ان هما نوعات تماثيل التلجية. تماثيل التلجية في الحديقة بتاعة اليابان. الحديقة اللي موجودة في اليابان. بيجيب بعدها طول مصدر. تلاتة وعشرين. انا بقى خلال ذلك الشارع لتجنب رؤية ذلك الرجل الفضيع. ممشرتش في الشارع ده عشان مش عايز اشوف الرجل ده. الرجل ده فزيح فانا مش عايز اشوفه. فعل افويد تجنب. ده اللي انتم محتاجينه. بجيب بعد وفعله في الاي نجيل. دايما. فهقول اربعة وعشرين. هل استمتعت بنواط او بالاقامة مع اجدادك? فعندي زي وزي افويد. دايما بجيب بعد وفعله في الاي نجيل. هقول او اخر واحدة. انا حقا كنت اريد او اريد اذهاب الى هونج كونج عشان رأت السنة الصينية. الصنة الصينية الجديدة. ففعل ده سهل. دايما بجيب بعد طول المزر. هقول اي وانتو. اريد ان. اريد ان. اريد ان. اريد ان. اخيرا خلصنا. او بتاع الجرامر. دلوقتي اخر حاجة معنا في الفيديو مش نكمل لحد اخر حاجة معنا في الفيديو هتكون ده. اللي هو في اربع او خمس خمس جمال همه. خمس قطع بس سهلين ان شاء الله. او السؤال فيهم. سامح سامح بيحب الراية وخصوصا عشان الفضاء او على الفضاء. يحب الراية عن الفضاء. دايما بيحب يقرأ المقالات. مقالات عن الفضاء. المقالات دي هو بيلاقيها في المجلات. المقالات اللي بيلاقيها في المجلات. هو بعتقد انه الى الفضاء دي فكرة كويستة او. عايز هنا فعل بياخد حرف الجارة هقول مسلا يعتقد ان اذهاب او هقول هنا يعتقد ان اذهاب الى الفضاء دي فكرة كويسة اوي. عشان كده عشان كده هو عايز يكون رائد الفضاء ويسافر الى القمر اهي يسافر الى القمر زي فهي لاستحلينها فعل بياخد حرف الجارة يريد ان يكون. اول شخص يمشي على سطح القمر. هنا عاد على الامر. يسافر الى القمر زي اللي هو كان اول شخص يمشي على سطحه. على سطحه. هنا عادة على القمر اللي هو دامون. هقول هنا اول شخص يمشي على سطحه. دي كانت اول واحدة. اتنين الشهر اللي فات انا رحت عشان ازور دير اللي موجود في سيناء. لما انا وصلت هناك. لما انا رحت هناك. لما انا وصلت. هقول عندما وصلت الى هناك. او لما رحت هناك. اي حالة. انا حبيت منظر الجبل. عن وقررت ان انا هتصلقه. قلناها برضو هنا. بتاخد حرف الجر تو. اهي المصدر. فاقول هنا اي دي سايد تو. اي دي سايد تو كلايمب. لما وصلت الجبل. كان بارد اوي. طبعا انتم عارفين كل ما بتطلع الفوق. درجة الحرارة بتقل. عشان كلا هو لما كان عند الجبل. الجو كان بارد اوي. ما لبت بتاعت كانت خفيفة اوي. انا اصبت ببرد شديد. برد شديد. وشعرت بالمرض. عادينا انت. انا ما كنتش مخطط ان انا هتصلق الجبل من البداية. هاي الفعالة ده. ما كنتش مخطط ان انا ادصل لك. انا حقا نادم. انا حقا نادم على عدم احضار ملابس كافية معي. انا حقا نادم على حاجة. نادم على. دي كانت رقم اتنين. تلاتة. في نوع معين كلا من الناس كتير من الناس بيحب انهما يتجدلوا طوال الوقت. بيحب يخنقوا طوال الوقت. بيتجدلوا مع الاخرين بيعاركوا مع الناس التانيين بيتناقش معهم. الناس اللي عندهم اراءة مختلفة عن رأيي الناس دي. دايما بيأملوا انهما يقنعوا الاخرين انهما على حق. ان احنا اللي صح مش انتو. فهذه يعمل ان. فعل بياخد حرف الجرد تو. يعمل ان معناها يقنع. معناها يقنع. الناس دول اللي هما بيحبوا يتجدلوا طوال الوقت. مش بيتقبلوا بوجهة نظر الناس التانين. انا مش بيحترموا رأيك. هما حتى مش بيحترفوا ان وجهة اراءة الناس التانين احتمال ممكن تكون صح. لأ هما بالنسبة له رأيي انا بس اللي صح. اما اراءة كل الناس التانين دي غلط. دايما غلط. انا عميبش حتى احتمال انا اكون صح. لأ. اي حد غيري رأيه غلط. هو هنا بتكلم عن النواس دول. فانا محتاج احط الفعل. الفعل ده بحطه بعده او بجيب بعده الفعل في انا جي. فقول مسلا بكرهو. يكرهوا. هما حتى بكرهو ان هما يعترفوا ان الناس التانية ممكن يكون اراءهم صحيحة. هما بيرفضوا ان هما نقط للناس التانين بيقولوا. بيرفضوا الاستماع. بيرفضوا الاستماع لاي حد تاني. لما يقولوه الاخرون. بيرفضوا ان هما يستمعوا لاي حاجة احنا بنقولها. دايما بيحب ان هما يعرضوا. الناس دي لازم يتعلموا ان هما يحترموا اراء الناس الاخرين. يجب ان يتعلموا. يتعلموا ان يحترموا. اربعة كريم يستمتع بعمل الكثير من الانشاطة الخارجية خارج البيت. هو بيحب المشي والنوم في الخيام. في الاطلاط هو بيحب يخيم في الصحراء عشان يهرب من زحم المرور في المدينة والهواء بتاعها الملوث. فعندي فعلة لايك ما بيجيب بعد الفعلة في المصدر. هو انا جايب لي الفعلة جاهز بس اجيبه له في المصدر فكده هو عايز نحط له حرف بس. فاقول هنا فعل لايك يما بيجيب بعد الفعلة في المصدر. هو هنا مريحنا وجايب لي الفعل. جايبه له في المصدر فهنا بس احط له حرف جارة. هو يعتقد ان الانشطة دي مثيرة جدا. عشان هو مش متعود يعملهم يمارسهم في حياته العادية. اتفقنا ان يما بيجيب بعدها فعلة في المصدر يما بيجيب بعدها فعلة في المصدر لما اقول ان الاداة دي بتستخدم من كزا. السكينة بتستخدم قطع الاشياء. المصدر لما احب اقول ان الحاجة دي الاداة المعينة دي بتستخدم لكزا. اما لما احب اقول ان الشخص متعود على حاجة في المضارع عنده عادة في المضارع بقول زاد الفعلة في في حياته او اثناء حياته العادية اثناء عطرته او خلال عطرته هنقول اي زي دي. 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 لو عايزين تكملوا. الانشطة الخارجية بتعطيه الفرصة ان هو يسترخي بعد فترات شغل كبيرة. فترات طويلة او فترة طويلة من العمل الجات. اخر واحدة العديد من الناس بيحبوا السفر للأسوان في الشتاء. لايك حجب بعده فعلة في او طول المضار. انا هنا هاخد اي اون جي فاقول لايك. عايزين افعل احطره اي اون جي وبياخد حرفة جرتو. ديرونج دي لاست ميد يير حولي دي. اثناء او ثلاث منتصف السنة. اجازة نص السنة اللي جاية دي. انا واصحابي سافرنا للأسوان طريق الارب او باستطنيم الارب. رحلة البحرية كانت رائعة. هناك وهناك في القصر. احنا اعادنا بقينا هناك في فندق خمس نجوم. احنا نواط ودي الملوك. فهقول مسلا. زورنا. زورنا. زورنا ودي الملوك. ذاتها مساء. ذهبنا للتمشية على طول نهر النيل او على ضفاف نهر النيل. يذهب جو فور اووك. يذهب لتمشية. انا هنا جايبها في الماضي فصرفت فعل جو. خليت وينت. وينت فور اووك. كده كل الاسلالة اللي معنا نهاردة خلصت. زي ما انتم شايفين كده فاضل اللي هو ده تمرين العامة. وبعد كده اخر جزء في المنهج. او في الملوك ده عموما اللي هو. والتست. اختبار رقم ستة. يعني كده ان شاء الله يفضل لنا فيديوهين بس فينا ستة. وكده يكون الملوك خلص. وبعد كده ان شاء الله يحاول يعني اللي يخلص لكم موضوع قصره. عشان نخلص منها. نبدأ ننجع في الملوك من ثاني. سواء هنحل او هشرح من ثاني. لو عندكم اي مشكلة في الحالات من نهاردة اكتبوه في الكومنتات. لو قول مرشو في القناة دي اتمنى تشترك فيها واتفعل زر التنبيهات. لو عادت ستش واتفعل زر التنبيهات. واتفعل زر التنبيهات. واتفعل زر التنبيهات.